أيها يعني دكتور الطالب النهاردة وحريك قلتي حاجة مهمة جدا أنه أنه الأب والأم مش هما اللي هيعيشوا الحياة دي بالضبط لكن للأسف احنا بنعود عارفة مع نفسنا كده كتير بقى عندنا أولادنا مش عارفين هم عايزين يعملوا ايه تسأليهم متأكدا أن حضرتك يمكن تعاملتي مع النوع ده من الناس اللي بتجيلك أنه أم أو أبي يقولولك أنا ابني مش عارف هو عايز يعمل ايه طول الوقت فالمرحلة بتاتلي هدوء دي قبل ما قرر مصيري يعني هيبقى ايه قدام ازاي يعني الهدوء ده يخليني أعرف أحط كده أفكاري وارتبها وأعرف أنا عايز أعمل ايه أنا شاطر في ايه زي ما حريك قلت الحتة اللي أنا عندي فيها موهبة قدر أحط فيها بصمة أستغل الوقت ده ازاي القلق في العموم بيخلي الإنسان ما يعرفش يفكر بيلخبطه والقلق هو أكتر وأخطر وأشهر الأكثر شيوعا من الأمراض النفسية واللي بتصاحبها كمان أعراض نفس جثمانية يعني أنا الآن في معدتي بتقلب عندي قولون عصبي عندي ضربات قلب كتير من مرضى القلق ممكن يروحوا كمان مستشفى الطوارئ فالنهارده الوقت اللي حضرتك بتشيري إليه النهارده عندي امتحان سواء جبت فيه مجموع كبير قوي أو مجموع أقل من اللي أنا متوقعه لازم أخد فترة نفس هو ده اللي حضرتك بتتكلمي فيه إن أنا أعيد حساباتي وأفكاري لو لم أوفق في الطريق اللي أنا رسمه وجبت المجموع فأنا مكمل في الخط اللي أنا عاوزه فبالتالي مراجعة وترتيب الأوراق ممكن يبقى أيام ممكن يبقى أسابيع ولكن ده بيفرق طبعا من شخص للتاني لأنه فيه شخص بيهدى بسرعة واللي حواليه بيساعده إنه هو يهدى بسرعة يعني لو طالب عنده أنشطة رياضية عنده أصدقاء فيه حياة أخرى بجانب الدراسة ده بيبقى أسهل عادة في إنه يرجع يتمالك نفسه ويعرف إن ده مش آخر الدنيا وإنه هيلاقي حاجة جديدة يلاقي نفسه فيها لما لو طالب كل اللي بيعمله إنه هو بيذكره بس والأسرة كلها حتى أحلامها وأمالها عليه كل الناس بتتكلم على إنه مستنين ناتجته ففيه ترقب شديد جدا وضغط شديد جدا فعادة الطلبة دول بياخدوا وقت أطول إنه هما القلق يهدى لأنه كمان القلق ما بيبقاش مرتبط بس بالطالب بيبقى مرتبط بالأسرة كلها الأسرة كلها في حالة قلق فكلما الطالب يحاول يهدى علشان يلاقي سكة جديدة وطريق الأم تبقى حزينة الأب يبقى قاعد بيبكته الأب قاعد محبط فده يشعل تاني القلق فلازم برضو نبقى فاهمين إنه الجو العام اللي إحنا بنديل أولادنا أثناء الدراسة علشان ينجحوا ما ننساش أبدا إنه النجاح ما هواش بس نتيجة السنوية العمال النجاح هو إزاي إن أنا أدعم ابني وبنتي إنه هما ينجحوا في حياتهم إنه هما يكملوا طريقهم إنه إنت كويس وإنت ناجح وإنت جميل وإنت راجل مال وهدومك وإنت ست زي الأمر وإنت هتأملي كل اللي نفسك فيه سواء جبتي خمسين أو ستين في المية وعدتي الامتحان يعني أبتدي أقول أنت عديت الامتحان دي مرحلة لو أنت عايز تحسن أو عايز تخش كلية أو معهد كفترة انتقالية وبعدين تفكر أنت عاوز تعمل إيه مفيش مشكلة فدايما أأكد على الطالب إنه نجح مش إنه فشل ده مهم جدا وحاول أحتوي مشاعري أنا كأب وأم وأحزاني لأن ده مش هيفيد عيالي